على صعيد متصل شارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الدوود مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بقداس منتصف الليل والذي أقيم في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية والسياسية حيث نقل الوزير الدوود إلى الرئيس عباس تحياتي وتهاني وتبريكات جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكافة المسيحيين في الأراضي المقدسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال الرئيس الفلسطيني خلال حفل الاستقبال في عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرانسيسكان في مدينة بيت لحم لقد كرس جلالة الملك عبدالله الثاني حياته من أجل القضية الفلسطينية وهو حارس المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصي الأول عليها دون منازل وبدوره قال الدوود إنه لشرف أن نشارك مندوبا عن الملك بهذا اليوم العظيم للاحتفال بميلاد طفل المغارة ورسول المحبة والسلام وإنها لفرحة غامرة وسعادة كبيرة أن نحتفل بعيد الميلاد وحاضر معنا يسوع المسيح مضيفا بأن الوصاية الهاشمية ظلت شاهدا على المكانة التي تحظى بها القدس والمقدسات في وجدان الهاشميين وستظل حصا منيعا يدفع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية كل العواد والتهديدات ترجمة نانسي قنقر